كما اجتمع الرئيس السيسي مع ترييب كيلس كوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة تناول الاجتماع بحث تعاون مع الشركة بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية والتنفيذية من جانبه أعرب رئيس شركة سكاتيك عن الاهتمام البالغ الذي تليه شركة نرويجية لتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة لسيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم بالإضافة إلى التراء الذي تتمتع به مصر في مجال الطاقة المتجددة من الرياح والشمس